نشكر زملنا مهند على هذا التقرير الجميل جداً الشيء القديم دائماً تستهوي الكثير هلأ بدنا نروح لزملتنا فرح وشيف مونة العواضي رح نحكي عن صناعة الكيك والحلويات وهو موهبة وبدو حرفة وأنا بصراحة كنت مقرر أني أوقف السكر بس بعد ما يكون في قالب عنا في الستوديو شكراً رح أرجع صباح الخير سيد صباحك أحمد أهلا وسهلا فيك شيف مونة يعني مثل ما حكى أحمد إحنا المجرد ما مبارح عرفنا أنه فيه كيك اليوم رح يكون هيئنا نفسيتنا وجهزنا حالنا لأننا أكل الكيك فشرفتنا وأهلا وسهلا فيك أهلا فيك حبيثي يعني بداية حكي لنا عن هالمشروع كيف بلشتي فيه هل هي موهبة كانت من عندك أو اتعلمتي ومر على مرة وصلتي لدرجة الإتقان أنا الكيك أنا بدأت فيه لحالي يعني موهبة رحت على محل لقيت أغراض كتير حلوة فبدأت شوي شوي أشتري وأجرب بالبيت حتى سبحان الله وصلت لها الدرجة هلأ ما شاء الله عنك أنا عم نشوف اليوم هيك عنا ثلاث نمازج هاي إحنا حنزينها سوا هاي أكيدا هاي أكيدا هون في عنا كيك كمان بمناسبة عيد الاستقلال بعد بكرة إن شاء الله يا رب كيكتين عملت وكل عامه والأردن بخير وجلالة سيدنا بخير إن شاء الله والشعب الأردن يبقى بخير وهونا كمان في عنا كيكة كمان برضو بتخص الأردن وهي هيك كيكة برضو خفيفة ديزاين جديد لطيفة عليها ورد وبينك والألوان تبع تلك البنات أنا بحب الورد يعني بشتغل بالكيك أكتر شغلي بالورد صناعي طبيعي وهلأ جيت شرت بالسكر وبعمل الورد بالكريمة يعني عندي أكتر من شغلي بالورد أنا يعني بحب الورد فبحب أبدأ فيه بالكيك طب بما إنه بلشتي مشروعك لحالك بعد ورخت عمحة الكيك وشفتي هالأشكال الحلوة وشوي شوي طورت حالك أكيد وجهت صعوبات خلال هالفترة لحد ما أتقنتي عمل الكيك شو كانت هاي الصعوبات مقدر هيك نلخصها هلأ تحكي مش صعوبات هي دروس لإلي يعني علمتني هاي الدروس مش صعوبات كانت إلي يعني أول إشي بدأت كيف بدي أخبز الكيكة ضليتني أحاول حتى صار معي خوام مني بعدين كي بدي أحشيها بعدين كي بدي أغلفها بحواف حاد بعدين كي بدي أزينها يعني كل مرة بتعب لحالي أكتر عشان يطلع معي أحلى وأصبط الشغل وهلأ الحمد لله يعني وصلت لمرحلة كتير راضية حالي فيها بس يعني أكيد يعني الواحد بده يطور حاله بده يكبر يصير يعرف أشياء أكتر قد ما يحاول لسه بده كمان أكيد أكيد دائما الإبداع ما إلو حدود والواحد دائما بحب يطور بحاله مين كان دعم إليك خلال هالفترة هاي يعني أول إشي كان زوجي حلو هو الدعم الرئيسي لأيلي يأخذني يجيبني يأمني للأغراض يدعمني معنويا دائما دائما معي بكل تفاصيل حياتي كان وطبعا والأهل والأصدقاء يعني وفيه هلأ الشف اللي علمتني الوردات أنا كتير بحبها ويعني بتشكرها دائما داعمي لأيلي اسمها ديانا أمر كتير بحبها كتير وهي اللي علمتني هذا الورد هذا الورد ورد سكر كله شغلي هذا الورد شغل إيدك ورد سكر آه كله سكري قبل الأكل طبعا هو مبين كأنه ورد طبيعي آآ آآ كله قبل الأكل وهذا بده تعاف وبده سجوه داحت يطلع معاك بها الحلاوي هاي والجمال طب قد تقريبا أخذ معاك وقت هذا الورد لحد مع هاي الوردة أخذت تقريبا تلت أيام وهدو التلت أيام يعني بدهم ست أيام بالراحة يعني أسبوع تقال طب احنا قلنا هاي الكيكة بننجهزها وبنننزينها إن شاء الله يلا تفضلي خلينا نبليش مع بعض إن شاء الله كله سكر قبل الأكل وكله بده يعني وقت وبده جهد حتى يطلع معانا بهالجمال طب للأشخاص اللي مثلا بتحب توصي من عندك يعني مفروض توصي قبل بأكمن يوم والله حسب يعني هلأ في ناس يعني قال إشي قبل أسبوع بس في كمان ناس بيجي بيوصوا بيكون عندي فل يعني أوقاتاً بفلل عندي شهر قبل ما ما شاء الله ما شاء الله قبل ما يعني يبدأ أوقاتاً لا ما بيكون عندي يعني بأخذ حسب الوقتي حسب شغلي يعني كل واحد وشغله بيكون وكيف هو واحد وقته طلعوا كيف بأعطي جمال للكيكة فعلاً يعني حتى هذا الميسم كله شغلي حبة 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 بصراحة شي رائع يعطيك ألف ألف عافية فعلاً إبداع عم تعطي حالياً هيك دورات تدريبية للأشخاص اللي حابين يتعلمون اللهي أنا ما كنت أعطي دورات بس من الصبايا اللي بيبعطولي والزبايا اللي بأخذوا من عندي كيك دايماً بيحكولي بدنا كورسات أنا أعطيت ثلاث كورسات بس إن شاء الله ناوي أكمل لأنه المركز اللي كنت أدرب فيه نقل فهلا بس يجهز إن شاء الله بدي أرجع أكمل إن شاء الله يعني هو هو واي وأنا بحب شغلي حتى زوجي مجنيناه في الكيك كل حديث عن الكيك لا بس المفروض يكون مبسوطة بأكل كل يوم كيك ذاكي لا حرامه مبسوط بيفتخر فيي أكيد يعني تعالى الوجود الأشخاص الداعمين بحياتنا دائماً إشيء أساسي فعلاً يا الله قدي فرق المنظر بنشوف برضو كيكات اللي بتكون على أشكال يعني مثلاً حدا بيكون عنده حبلة شنط بيجيبولو كيك على عيد ميلادو مثلا بتكون على شكل شنطة الأسبوع الماضي عملت كيكة على شكل شنطة كتير حلوة كانت وعملت أشياء كتير غريبة واحدة زوجها بيشغل عنده مصنع جبنة عملت له نصية جبنة نفس النصية حتى صاروا يبعتولي على الصفحة يفكروني ببيع جبنة بحكي لهم لهاي كيكة صغريبة جد نصية جبنة يعني الموضوع شوي غريب أعملت كمان فقدت خلوف أعملت أشياء غريبة يعني كل ما يجيب بالحدا إشي يبعتلي وأنا ضغري بطبق وبرد عليهم يعني جميل بحب الإشي المميز آه يعني ما في إشي صعب عليك يا خلص كلك قابل للتطبيق إن شاء الله آه وأكيد يعني أي شي بدهم أنا جاهزة وبحب يعني الأفكار الغريبة عشان أبدع فيها وتتميزي عند غيرك طبعاً صح أكيد فأنا عندي كيكات كتير مميزة بصفحتي اللي بحب يتابعني والله أنا أتوقع إن إحنا حالياً كلنا هون كل رح يتابعي أهلا وسهلا رح تشير زباين كمان إن شاء الله طبعاً متشرف بس الدوق الكيك الزاكي كمان بس الدوق الكورو الجديد لجزيج آهلا احنا تكسر طبعاً مناكاتي علامتي عكل الكيكاتي طبعاً ضروري آه لازم نشوف كيف صار شكل هنيه هل سنزبط خارجي يعني في لي صحباتي كمان شطرين بالكيف زيه فبدي اوزيه لهم تحيير وهو الله وكيلك كل الأردن بعتولي سلم علينا وحكي اسمعنا على البت المباشر بس طبعاً مغرح أقدر أحكي مغرحي لأردن أنا أنا صار في تجاذب بيني وبين الكيكة مضطر آه على السريع تفضل بدنا سكيني كمان بالتذوق عشان ترجع لبعض قطيعت السكر بعد ثلاثة يام مضطر يعني خربت علي إسلم وديكي شيف مونة من شاء الله كتير حلو شيف مونة بنشوف برضو بالأفراح الكيكات اللي بتكون إصطناعية هل هي بدها برضو فن إنها تبين حقيقية زي الكيكات أكيد وإلها تكنيك عشان تتغطى وتتلبس عشان ما تبين إنها فليك هاي خلص جهزات وعننا الكيكة هاي جهزات الكيكة جميل إسلم وديك هاي إيش هي إيش الكيكة نفسها إيش جواتها هاي جوتها حشوة فانيلا وقلو بيري أوكي طبع هلأ هلأ وملبسة بعجينة السكر ومزيناها بورقة الذهب والاستنسل الذهبي بغلب هذا ورقة الذهب لا لا ما بيغلب هلأ بسيط هو وبعطي شكل حلو للكيكة طب بدنا بدنا قاسكينة راح نقسم هيك الكيكة معك على الهواء ها أكيد يلا هاي جبت لكم السكينة والمعارق صدى الياب سوف نفرجيهم إنها حقيقية هاتن فقم نغيرها هاتن فقم نغيرها سلم إيديكي ودياتك حبيبتي يلا وإن شاء الله بتعجبكم بساء الله أكيد يعني العين بتاكل قبل التم موسيقى موسيقى تمام هاي الصحان مهتم بالشوكة عشان عشانك والله ونا راح عطيك إياها كونت صالمني والله يا أحمد صالمني أنا بهذر نسل ديش هدوك عالك يعني أوكي نقيمها عدية عشان نقدر نقطع مع إنه طبعا هاي برضو بيت التاكل آآ آآ قابل للأكل يسلم إيديكي ودياتك حبيبتي وصحة وهنا زاكة جدا يسلم إيديكي شرفتينا ختم حلقتنا كان مع هذه الحلويات الجميلة شكرا شيف أهلا وسهلا فيكم إليك وصلنا لنهاية حلقتنا معكم مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونلقاكم في الحلقة القادمة يخليكم دائما متابعين لقناة ايوان تيفي دمتم بخير وفي أمان الله إلى اللقاء